اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العنف الأسري ما فيها تواصل ما فيه لغة التواصل كتير نسمع اليوم ونقرأ بالمجلات عن البياناتر عن الكوميونيكاسيون عن التواصل الحالة النفسية الجيدة الصحة النفسية الصحة العقية كل هذه عنوين فطفادة لأنه الجوهر هو مش بالعنوان الجوهر كيف عم نتعامل مع بعضنا البعض كيف الأهل عم يتفاعلوا مع أولادهم كيف الأهل عم يحكوا مع أولادهم مش دور الأبوة اليوم نحكي أنه دور الأبوة دور الأم ووظيفة الأبوة ووظيفة الأم هن بيتكاملوا على هالنقطتين على الدور وعلى الوظيفة في جو عام ينقلع بالعاية في الجو العام اللي منعيشه بالأسرة يعني اليوم الولاد بيجو فيه الأم الأب هي الأسرة النوتية بعدين فيه أن الأسرة القبرى اللي بيفوت عليها من عمر الأربع سنين هي بتكون المدرسة النوادة الأنشطة اللي بيدخل فيها بيصير يتوسع بس السنوات الأساسية بيييشها بالأسرة النوتية وأيضا بيييش فترة طويلة مع أهل الإنسان يعني إذا بناخد بعين الاعتبار المراحل النمو حتى بس يعيش مع المجتمع بياخد معه كل بجاج العيلة أكيد اللي بياخده من هالمطرح قد ما كان الوقت قليل اللي عم بيقضيه بعدين يعني بالبيت والإشكال لما الشخص ما عم نحكي عن تمييز جنسي بين الفتاة أو الرجل يعني عند الاثنين ما بيتوصلوا بحياتهم إنهم يعملوا تمييز بين اللي عاشوا بحياتهم عند أهلهم نعم واللي عم بيعيشوا بحياتهم الخاصة فيهم أو المتوفر لأهلهم هلأ أو المتوفر أو الحياة الحالية ترجع بس على الحياة العيلة أول شيء إذا قالنا عنف ما بيكون ضروري يكون عنف بالضرب يعني أكيد لا العنف بيقدر يكون بكتير مجالات وأوقات بيكون أقصى حتى من العنف الجسدي بس هيدا العنف يلي بيكون موجود بالعيلة واللي بيكون الولد عم بيعاني منه بيكون يعني شايفه وعارف تأثيره السلبة ما بيرجع بيجرب يصلحه هو بعدين بياخده معه بياخده معه وأيام مش ما بيجرب يعني إذا عمل الخطوة إنه يفوت بالعلاج النفسي ويقول إنه أنا لازم حسن أداء النفسي وبالتالي أنا عم بكرر مشكلة معينة هون المعطب يتغير نعم ولكن كان مرأ معي بتجربتي الأيادية ب بسيونت كانت عندها علاقة مع شخص متزوج وهي كانت مدركة بالأول لهالموضوع وهذا الشخص كان عم بأمن لك كل المتطلبات وعلاقته كتير كويسة مع معي إلى أن أسقطت عليه كل التصورات السلبية يعني صف هالشخص اللي منسميه باللانجاج ما بتعرفها وبالتالي أصبح هذا الشخص الذي يتمتع بالصفات الحسنة أداة لتنتقم من كل التصورات السلبية اللي هي رفقتها بحياتها من أسرتها لحياتها للعملية أكستر بعدين لما بلشت تعمل رستيتيسيون لقصتها يعني لما رجحت تعمل إعادة بناء القصت إعادة استوعاب شو صار معها إعادة ترميز الأحداث صارت تفهم أنه المشكلة مش عند هالشخص الشخص المشكلة عندها هي وبالتالي هي عم تعمل إسقاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بس هيك شخص كيف بيوصل للعلاج يعني فإذا بمرحلة من المراحل تعبت ووعيت أنه في مشكلة فإذا هي عم تسقط على هالشخص الطيب كل مخزونة السيء بس هي اللي تعبت كمان بوقت من الأوقات بمطرح معين الأشخاص اللي بيوصلوا لهالسي داكريسيفيتي هني بداخلهم عرفانين أنه في شي منه 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 صابت فيهم يعني ما فينا اللوم نضغري يعني سهل نقول أنه قال أنه مثلا كان عندك كذا بحيات أو كانت مرأة بتجري بسلبية هذا كلام اعتباطي في كتليلي كمان مثال معاكس أنه في ناس بالتربة بأسرة فيها نفس الأجواء ولكن ما بتعمل هذا السلوك ما فيها نعمل تعميم الشخص يتميز بالفرادية تابعه فلذلك هون بقى نرجع نشوف الديناميك كيف عم تتفعل مع الستركتور تبعها للفتاة أو للشاب الاتنين سوا فإذا هل عم نحكي عن هل حالة بالتحديدية حالة ممكن أن تكون موجودة يعني مش أنه حالة وحدة عم نحكي عنها ممكن الإنسان يكون عم يسقط كل ألمه على شخص عم يأمن له الحياة اللي هو طلبه بدون ما يكون عم بيحس هذا القلم بيحمله معه حتى لو كان الوضع الحالي هو وضع سليم بالتعرفي في الدولار سأترجم سوريا الدولار سأترجم بالفتاة الدولار يعني الواجع يعبر عن حاله بالصوت الإنسان الإنسان لما بينوجع بعيت بيلغنا عن الألم الذي يعاني منه إنما السفرانس يعني الحزن النفسي التعب النفسي المعاناة يعني المعاناة لا تستخدم دائما الصوت في بعض الأوقات الأشخاص يكونون في حالات عدم الكلام يعني بيكونوا بحالات فعلا إنه ما بيحكوا وبالتالي كيف بيعبروا عن الألم النفسي بيعبروا عن هذا الألم باضطرابات جسد حركية بأوجاع بالمعدة بأوجاع بالرأس لأنه ما عنده السلاح الكلمة لا يعبروا عن الألم النفسي دكتور ما عنده سلاح الكلمة بالأصل ولا يقصوا بمطرح من المطارح وشايفوا أنه التعبير بالصوت ما بقى ينفع مثل كأنه الإنسان خلاص بيبطل بده يعبر بصوت بيستسلم هون دي جال حدا جرب بس في عنا أشخاص مباشرة جهاز الدفاع النفسي يلجأ إلى الانسحاب وعدم المواجهة ضغري بينسحب بس يكون في وضع مؤلم بينسحب منه وبعدين التعبير بيكون بطرق مختلفة منه أنه يكون عم يضطهد أشخاص هني مفروض أنه يكونوا حسنوا لحياتهم لا مش مفروض هني فعلا بموقع أنه عبيعمل اللي بيقدروا عليه ليحسنوا لي مش بهدف حسابات عبيعملوا الأشياء الجيدة لها الشخص يكون مرتاح وبالتالي بيصير الشخص اللي عبيعمل الأعمال الجيدة هو أداة أسهل ليسقط علي كل شي يعني وهون بحب أقول مش معنات اتقي شر من أحسن منه هيدا هو أبدا حوض الأشخاص بالعكس هني عندهم حب لهذا الشخص الذي يقوم بالفعل الحسن ولكن كتر ما صار فيه بينه وبينه نوع من الاندماج التقارب بيحسوا هالسهولة بالتعبير أكتر فخلينا ناخد الأمور بيرتاح لدرجة أنه بيصيروا عم يعبروا عن كل ألم بحيط لطريقة من بلك وعي بلك لا وعي نشوف الموضوع من وجهة نظر هالشخص الطيب اللي كمان عم يتعلق بشخص عم يطهده هم بيكملوا بعضهم بالديناميك عرفت كيف في أشخاص بتسعى أن تلاقي أشخاص تعذبها إلى حد ما ولكن الإنسان بيطبعه يعني الإنسان اللي بيتصرف بسلوك طبيعي يعني حوض الأشخاص اللي بيتصرف بسلوك بدون لجوء إلى آليات المانيبولاسيون التزيف الكذب هؤذي أشخاص متصالحين مع أنفسهم بالتالي لما بيأداء الإجابة ما عم بيعملوا حسابات فبالتالي بيترحوا سؤالهم أنه شو عم بيصير مع هالشخص المقابلنا لحتى اللي عم بيتصرف بهالطريقة السلبية اللي عم نعيش معه فبيحاولوا يسألوا حالهم السؤال مش بياخدوا موقف أنه مش حرزان القصة وخلينا نفل أول بعد مثل ما بيقولوا هيدا كوبل سدو مزو هيدا كله بحب أقول للرأي العام هيدا كلام بعيد عن العيادة لأنه مش معناته هن ما بيشبهوا بعضهم بيلتقوا هيدا كلام اعتباطي فيها أنه هون ك باتولوجيك يعني حالة نفسية مرضية خارجة عن السياق الطبيعي وبالتالي الشخص مدعو إلى أنه يصحح ما بحب كلمة أن يعمل على ذاته أو يدرك على مشكلته لإلاقي السابة النفس لأنه ما تفتكري هود الأشخاص هن برياحة هالتموج العاطف اللي بيمرقوا فيه بين الحالة الإيجابية والحالة السلبية كمان بتعبون نفسيا ما نفتكر أنه لا هن مرتحين وما فيرق معهم أو عم يطهدوا اللي بيلون هن هن عم يعانوا هن هيد الحالة بالتحديد مثلا أو مثل هالحالة توصلت لأنه تطلب المساعدة رح تقدر توصل لمطرح بهالمخزون ما رح يختفي هالجروحات رح تظل موجودة جروحات الأهل ما بتختفي في جروحات تانية معقول تختفي بجروحات اللي بعلموها الأهل بالولد يعني كتير سعب أنه تختفي كيف إذا ترجع تتعامل مع وضع هون الشغل للاناليتيك أنه نعمل نعمل إعادة استسكار للأحداث إعادة سياغة وإعادة تفهم وفي الواقع الحقيقي فرح أعطي إجزامبل لبسط الشغلة أكتر اللي نروح لعند حكيم تجمير منقله ممعروف إذا في عنا جرح سوي لنا بواندو سوتور تجميلية لحتى لي ما تبين قد ما يسعى هذا الجسد وهذه البشرة تترك إلى حد ما خيط رفيع أنجا يبين بدك كتير الدقيقة فيه العمل على الذات يشبه هذا العمل التجميل يعني الإنسان بيصير يستوعب أنه عب يمرق بمحلات فيها شحونات عاطفية سلبية ما لخصة بالشخص اللي مقابله وبالتالي هي مرتبطة بالمعاش تابعه وبالتالي هون بيصير يقوي الكوترول تابعه يقوي المقارنة تابعه لحتى ما يغوص وراء العواطف السلبية هذا اللي بيشتغل بالترافعية بالعمل العلاجي النفس أنه يقدر يلاقي الاستراتيجي المناسبة للديناميك تابعه بأثناء الأزمة وبالتالي أنه ما يروح تغري وراء الغضب العاطفي اللي بيعبيه زني يدرك مشكلته أسبابها حيقتها وبعدين بده يشوف كيف بده يعمل كنترول على عواطفه بس شو ما عمل الشخص مقابله ما رح يقدر يكون عم بيأثر فيه إيجابا أكيد حيأثر إيجابا حتى لو مشتغل قد ما يكون طيب هالشخص اللي مقابله هالحالة عم بيزيد هالشغل يعني المريض إسقاط مشاكله على شريكو الشخص لما بياخد الموقف لما كذلك الأمر بيحس إن الشخص اللي بيعمل ردة الفعل السلبية بيزيته مدرك لها شي لحتى اللي كرميل هيك بعد لقتعده كريز بيصير بده بس وشي صالح الشخص الحسن فيه نوع من الندم فيه نوع من العقدة الزنب لأنه هني بيفوتوا بحالة الغضب العاطفة اللي بتدمر كل القدرة الزهنية العقلانية ليقدروا ياخدوا حياد من الحدث السلب اللي عم يقطعوا فيه بس يعني هون عم ينجرحوا بعض أكيد يعني غير الجرحات اللي هني حاملين هيدا التصرف اللي عم يعملو اللي بخليون يحسوا بالزنب عم يجرحهم بعض أكتر وأكتر بتذكر بي وقت اشتغلت بفرنسا الباسيانت بتقول لي جمارش عم كور كي ساني عم بمشي مع قلب عم ينزوف فهالمتافور قديش قوية لما بنقول هالقلب عم ينزوف يعني الإنسان مدرك لإشكاليته وبالتالي عم يقدر يعمل قد ما بيقدر يعني عم يزبط أموره بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ولكن يعني القلب المجروح معناته الإنسان ما طببه إلى إلى درجة قوية يعني مهتم في كفاين ومهتم في كفاين بتواصل الحالة إلى ديبريشن؟ هي يمكن تكون الكونسيقنس لكل كترة الديبريشن لأنه ما في ديبريشن إذا من خدها بالإتمالوجي فرانسيز ومنقصمة ديبريشن ديبريشن يعني بريشن نقطشة دي يعني كسرة الدغوطات إذن كسرة الدغوطات تؤدي إلى حالة من الإحباط فحالة الإحباط قد تترجم بحالة من الحالات اللي حكينا عنا بالحالة اليوم بيبقى أنه يعني تحية لكل شخص بقدر يدرك أنه هو بحاجة للمساعدة ويطلب المساعدة كمان ما يخاف منها لأن في أوقات كتير بتمرق براس الإنسان أنه بحاجة للمساعدة بيسكت هيدا الصوت على أساس المجتمع مش كتير قبلين وعلى أساس أنا بقدر أعمل كنترول على حالي مساعدة بسيطة مش غلط لا وبعدين أهم شي أنه يقدر يفهم منين وكيف عم بيصير معه الحدث لأنه المعالجة السطحية بنى معالجة للإشكالية هي معالجة للعارض فالعارض بيمرق ولكن الإشكالية بتبقى وبالتالي العارض يؤدي إلى عوارض أخرى فبالتالي أنا بقول الجرأة إلى مواجهة الزاد 100% دكتور شرب السكاف أهلا سهلا فيك شكرا كتير للمعلومات وقفة هلأ ونرجع ونتبقى لايف